موسيقى السلام الرحمن الرحيم لغة فرنسية سنة الثالثة ابتدائي الصفحة رقم 100 في بداية الصفحة كما نرى نرى قراءة أو تمرن كالعادة إذن في هذه الفقرة سنرى المقاطع اللفظية س س س س مثلا سيغون كأنه عندنا هنا طبعا عندنا س إ تنطق س ثم قبل هذا المقطع اللفظي كما رأينا في العنوان س س س س إذن عندنا س س س ثم عندنا س س أقصن غرام إذن تنتق س إذن 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 أخذنا الثالثة أخذنا الحقرة الأولى صحيح أو خطر لدينا نجد فرحة فرحة لدينا فرحة 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 إذن هذه الفقرة تتضمن فرحة ونحن نقول لكل جملة est-ce que c'est vrai ou fauss إذن سنقول لكل جملا هل يصحيحا أو خاتئا سنو prenons la première phrase la phrase A لسيال رغارد لتار لسيال رغارد لتار إذن السماء تندر الارد pour la deuxième phrase la phrase B لفي دو لارب إبال لفي دو لارب إبال حيات شجرة لفي دو لارب حيات شجرة إبال أنا جمل ثم الثقاب فعل كان إذن شجرة الأرز تريد أن تكون طبعاً وننتكلم عن شجرة الأرز كلمة مذكرة لذلك نقول شجرة الأرز تريد أن تكون كم أنوازو إذن طبعاً هدى الشجرة تريد أن تكون مثل طائر أكبر فترسبب أن تكون البحر عامة أبداً سنу stacked نحن نكون Webr كاند سنوازو كلمة مرد دخل thought كلمة مرد دخل سالورب روغاردي أدفع النبارة لسيال روغارد لاتار إذن السماء تندور ألأرد ألور أسكو سيفري أو فو بيان سور بور دير أسكو سيفري أو فو إل فو روغارد لتكسد كنا دجا بي إذن لكي نقول هل هو صحيح أو خطأ يجيب أن نأخذ من جديد النص الذي رأينا من قبل يجب أن نأخذ من جديد نحن نفتح أسكو سيفري سيكون سواء و خطأ تندور ألأد النص يتدام من هذا المعنى أو لا نحن نفتح أسكو سيفري سيفري سواء و خطأ نحن نفتح ألأد نحن نفتح ألأد من قبل وبعد ذلك إذن عندنا طبعا كما رأينا إذن عندنا شجرة الأرض تنظر السماء وتقول و بالنتجة فإن الجملة التي تقول بأن السماء هي التي تنظر الأرض يعني عكس ما رأينا في النص إذن هذه الجملة خاطئة طبعا رأينا بأن شجرة الأرض في النص هي التي تنظر للسماء ثم تقول هما عندنا السماء ينظر للأرض هذا المعنى غير موجود بهذا النص سنعب هنا لدوزين فخاز لفخاز بي لا في دولار أبال لا في دولار أبال إذن حياة شجرة جميلة حيات الشجرة جميلة سينا رأينا في دولار أباليك سينا رأينا في دولار أباليك سينا رأينا في دولار أباليك لا في دولار أباليك سينا رأينا في دولار أباليك سينا رأينا في دولار أباليك سينا رأينا في دولار أباليك إذن شجرة الأرض تريد أن تكون مثل طائر طائر لتكس نوفو لتكس نوفو سينا رأينا في دولار أباليك سينا رأينا في دولار أباليك إذن هي تريد أن تكون مثل هذا الإقلاء مثل هذه البومة ومثل هذا السنونو ومثل هذا الطائر السريع الذي يسمى إغندال إِلْفَوْ أَتْرْ كَمْ سَتْ سِيْغَنْ سَتْ شُوَتْ وَسَتْ إِغَندَالِ لَفْرَازْ نِي بَلَمْ مَمْ طبعاً الجملة لست نفسها مَا بْرَسْكْ لَمَمْ صَنْس مَا اُنَا بْرَسْكْ لَمَمْ صَنْس ولكن عندنا تقريباً نفس المعنى عندما نقول إِلْفَوْ أَتْرْ كَمْ سَتْ سِيْغَنْ يتريد أن تكون وَسَتْ إِغَندَالِ لَمَقْصُود مِكَ تَايرُ السُّنُونَوْ فَبِمْعَنَا آخر لَوْسَتْ سَيْغَنْ وَأَتْرْ كُمْ أَنْوَزُ إِلْفَوْ أَنْ شَجَرْتَ الْأَرْسْ تُورِدْ أَنْتَ كُنَمِتْ لَا تَايرُ لَفْرَازْ إِغْرَي إِلْفَوْ أَلْجَمْلَهْ سَحِيحَ أَنْ مَا مَمْ أَنْ دَوَى لَوْسَتْ إِغْرَي لَوْسَتْ إِغْرَي لَوْسَتْ إِغْرَي إِذَنْ أَشَجَرَا لَيْتُورِدْ مِلْكِيَتْ جَوْدُورِ هَا أَنْ مَمْ أَنْ دُوَى فِي نَفْسِلْمَكَنِ لَوْسَتْ إِغْرَي لَوْسَتْ إِغْرَي Dans le texte on l'a il ne veut pas avoir toujours ses racines au même endroit Il ne veut pas avoir toujours ses racines au même endroit Le cèdre Le cèdre ne veut pas avoir toujours ses racines au même endroit Ou bien l'arbre ne veut pas avoir toujours ses racines au même endroit Le sens est le même malgré que les deux phrases ne sont pas tout à fait identiques Donc il ne veut pas avoir ses racines au même endroit Il ne veut pas avoir ses racines au même endroit Il ne veut pas avoir ses racines Mais le mot n'est pas sûr Donc la phrase D est vrai Nous prenons le deuxième paragraphe J'observe ces images Et je trouve les mots Où j'entends si J'observe ces images Et je trouve les mots Où j'entends si J'observe C'est le verbe observer J'observe les mots J'observe les mots En prenant la première image Que représente-t-elle ? Que représente-t-elle ? Et la première image Comme nous le voyons Représente Une seconde La première image La première image Représente Une seconde J'observe les mots Ou la toumette-t-elle En prenant la deuxième image Que représente-t-elle ? Que représente-t-elle ? C'est une souris C'est une souris Ri Sous-ri Le mot souris On n'entend pas Le sensi On n'entend pas Le sensi Et dans l'unisme Fait ça aussi Si nous prenons La troisième image Que représente-t-elle ? Que représente-t-elle ? Mais de tout matil Bien sûr Bien sûr Nous prenons La partie de l'image Indiquée par la flèche Nous prenons La partie de l'image Indiquée par la flèche Et dans l'unisme Alors que représente-t-elle ? Bien sûr Ce sont Des racines Ce sont Des racines On dit Racines Racines Si Comme nous le constatons Quand on prononce Le mot racines On n'entend Le sensi Et dans l'unisme Quelle est racines On n'entend En prenant La dernière image Si nous prenons La quatrième image Que représente-t-elle ? La quatrième image Représente Un cinéma Un cinéma Et dans la quatrième image Représente Un cinéma Alors En prononçant Le mot Cinéma Est-ce qu'on n'entend Ou pas Le sensi ? Est-ce qu'on n'entend Ou pas Le sensi ? Et dans la quatrième image Et dans la quatrième image Le sensi ? Et dans la quatrième image Bien sûr De la même façon Comme Le mot racine Quand on prononce Le mot cinéma ون يمتعون لسانسي ومم كم نو نو بقاوين سورة الامج ونه سيني وينه سيني وينه سيني ويهده الكتاب اللي أتنا رأونا أنا تتعدم أنه الساوت السي وينه سيني وينه سيني أقرأ كلمات الجدول أقرأ كلمات الجدول voilà on a un tableau voilà on a un tableau عندنا جدول qui comprend des mots الذي تتضمن كلمات bien sûr on a des mots qui comprennent لصنسي إذن عندنا بعد الكلمات تتضمن الصنسي les autres mots comprennent لصنسي الكلمات الأخرى تتضمن الصنسي إذن عندنا كلمات على اليسار كما نعرف نجدول تتضمن الصنسي الصنسي les autres mots comprennent لصنسي الكلمات الأخرى تتضمن الصنسي les mots qui comprennent لصنسي الصنسي la place المكان أو السيحة tout se llama la place نقول مثلا لصنسي جميع الفناء إذن نتكلم عن سيحة جميع الفناء ce mot-là comprend لصنسي إذن هد الكلمات تتضمن الصنسي après on a إل سو ديPLACE إل سو ديPLACE on a le verbe سو ديPLACE إل سو ديPLACE يعني وي تنقل ce mot-là comprend لصنسي إذن هد الكلمات تتضمن الصنسي et enfin on a un cèdre on a un cèdre un cèdre شجرة الأرز بین sûr ce mot-là comprend لصنسي ce mot-là comprend لصنسي يعني في واحد المد على أكس الأقصن الأخرى لتتكون معاكزة لهاد الأقصن الخطاية الصغيرة الموجود فوق يسمى أقصن we have d'autres types d'accent إذن عندنا أخرى من هذا الخطاية هذا خطب تتضمن أقصن grave sur la parte droite du tableau on a les mots qui compren لصنسي على الجه اليوم نالي الجهدول عندنا الكلمات التي تتضمن الصنسي comme لصنسي après on a لصنسي 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 comprend لصنسي عندنا أصنسي أنا أجد صورة كيفى التي تسير المقصود التي توافق كيفى؟ هذا אתה deux max هذا في الداهب إذن كيفى avec chaque phrase التي تسير مع كل جملة المقصود التي توافق كل جملة إذن سنرى لكل جملة صورتها بمعنى آخر سنرى لكل جملة الصورة التي توافقها سنرى لكل جملة الصورة التي توافقها الشجرة موجودة على ضيفة هي موجودة أو كائنة لعبة إذن نتكلم عن الشجرة أنها موجودة أو كائنة على ضيفة ضيفة ماذا؟ على ضيفة بحيرة إذن ما هي الصورة التي تمثل هذا المشهد؟ لعبة أبوضا لك إذن الشجرة موجودة على ضيفة بحيرة ست فراز لكو عسبا على دوزيام إماج ست فراز لفراز أ كو عسبا على دوزيام إماج وبيان ست فراز ذا أذك لدوزيام إماج إذن هذه الجملة الجملة أ تونسيب السورة تنية لفراز أبوضا لكو عسبا على دوزيام إماج هي تونسيب السورة تنية وبيان لفراز أبوضا لكو عسبا على دوزيام إماج أو أن الجملة الأولى تسير مع السورة التنية سينا بخوننا لكو عسبا على دوزيام إماج أو كأين في السماء أو الإماج qui va avec cette phrase أين هي السورة التي تسير مع هذه الجملة bien sûr, c'est la première image bien sûr, c'est la première image إذن هي السورة الأولى سنة پرون لأدرنية فراز لصادر يترس لصادر يترس سنة پرون لأدرنية فراز لصادر يترس لصادر يترس أين هي السورة التي تسير سيبهدي الجملة أو أين هي السورة التي تسير مع هذه الجملة أين هي السورة التي تسير أو لأدرنية فراز أو لأدرنية فراز أين هي الصورة التي تناسب هذه الجملة أو أين هي الصورة التي تسير هذه الجملة بيانسور C la troisième image الجملة التالية, la troisième phrase correspond a la troisième image C'est la troisième image C'est la troisième image qui va avec la troisième phrase إن الصورة الثالثة التي تناسب الجملة الثالثة لأن الصورة الثالثة هي التي تمثل شجرة الأرز حزينة في الجملة الصي عندنا لسادة إدخيست شجرة الأرز حزينة إذن كما نعرف الصورة الثالثة هناك علامات تبين بأن هذه الشجرة حزينة إذن الصورة الثالثة هي التي ستوافق الجملة الثالثة الجملة الصي نكتهب القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله